السلام عليكم ومرحبا بكم معنا فيديو جديد من الفيديوهات الكازاوية اليوم سوف نحضر على مشروع ثاني من مشاريع الباسوي في الأول كنا نحضر على مشروع الباسوي الذي يدخل في إطار تطوير شبكة المواصلات في مدينة الدربيضة هذه شبكة المواصلات التي سيكون فيها من هنا في 2024 ستكون تقريبا من 100 كم لكي تسهل حركة التنقل وسط المدينة الدربيضة وتخفض من انبعات الغازات كنا هضرنا في فيديو سابق على الخط الثاني باسوي الذي سيكون بين الوازيس وحي الرحمة الذي رأينا فيه الاشغاله بعدين ووصلنا لشياء الأمر به اليوم ما احنا همنا هو هذا الفيديو الذي اخذناه من هذا المقطع الأخضر الذي سيكون بين شارع مكة وشارع مكة وشارع مكة وشارع المستقبل هذا المشروع الذي سيكون من السفات الثالث سلمية سيكون على شارع الليمون شارع القدس على شارع محمد الساديس شارع مقداد الحريزي في الجولان باش يوصل حتى الثالث سلمية ده احنا يا كينين في النواحي ديال ديال كازانيرشور كما كنشوفو هنا في الصورة وكنشوفو باللي بدأو اشغال حفر وتهيئة الطريق المخصص اللي غدا تكون لهاد الخط هدا اللي غايكون فيه جوج ديال الخطوط وحده غاده وحده جاية هنا كنشوفو جانب من الاشغال اللي القرب من كازانيرشور بالطبط كازانيرشوري البنائي اللي كنشوفو علي منه وغادي نشوفو جانب من الجهة الاخرى اللي كتبط بحلقة غادي لشارع بحلقة غادي للمستقبل ونشوفو جانب من الاشغال من جوج جهات يعني بدأو كي قادو في الارضية من اجل من اجل تهيئة الطريق الخاص بهاد بهاد الحافلات هاد مشروع ديال خطوط اللي غايد دارو ديال الباسوي هما مشاريع اللي غادي يكونوا كي يوفروا على تنقل حضاري تقريباً لثلتمائة الف ساكن من الطربيدة لانه غايدوزوا على نواحي الاحياء اللي غادي تخدم حوالي ثلتمائة الف ساكن غادي يكون عندهم واحد واحد ورش من اجل الصيانة اللي غادي يكون في مدينة الرحمة في نهاية الاشغال اللي محددة في النصف من 2022 وهاد المشروع كي يدخل بتكلفات قريباً ديال 1.8 مليار ديال الدرهم الهدف من هذه الجزية الخطوط هو توفير نفس الخدمة اللي كي يوفرها تراموي غادي يكون فيه ضروف وولوج دوي احتياجات الخاصة وتكون ضروف ملائمة لهم وهذه دعوة لجميع المشاريع الخاصة او العامة انها تاخد معين الاعتبار هالطبقة من المجتمع اللي خاصها ضروف وولوج الاماكن العامة او الخاصة غادي يكون عندهم احترام مواعيد بحيث انها غادي تكون عندهم الطريق ديالهم خاصة وما غاديش يعنيهم الاكتباد وغادي يكون عندهم مواعيد مضبوطة وغايكون سرعة في المسين وفي وصول الى محطات عدد المحطات اللي كينين في هاد في هاد الخط هدا هي عشرين محطة اللي غادي تبدأ من السالمية وغا تمشي حتى اللي ساسفة غادي يكون واحد جوج محطات ديال التقاطع ووحدة ديال مع التراموي بالنسبة الناس اللي بغاو يخدموا في هاد الخط ديال الحافلات ويكمل الفطرة مغاي وكين خط اخر اللي يخدامين فيه كي يصابوا فيه نتمنى الله يكون اعجبكم الفيديو يكون نفعتكم بشي حاجة ولو قليلة وكن اعتادر على اي خطأ في التقديم او اي خطأ في المعلومات وكنت شكركم وكنتمنى لكم الخير والبركة والتيسير وقد نخلكم مع هاد المقطع التاني من المشروع ونتمنى لكم الخير والبركة والتيسير وكنشكركم على المتابعة ديالكم وكنقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة